أشرفت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي وبالتنصيق مع وزارة الخارجية على إدخال مساعدات إنسانية عبر حدود المملكة الأردنية الهاشمية إلى تجمع الركبان الواقع على الأراضي السورية وتم إصال المساعدات باعتماد آلية الرافعة التي تحمل المساعدات عبر الحدود تم تسليمها إلى وجهاء العشائر في منطقة الركبان تأتي هذه المبادرة بطلب من الأمم المتحدة بعد تدهور أوضاع العالقين في منطقة الركبان بعد إعلانها منطقة عسكرية مغلقة حيث أن مسؤولية التعامل مع تجمع الركبان مسؤولية سورية دولية وليست أردنية وأن قاطني تجمع سوريون ومتواجدون على أراضي سورية